وفي موضوع شراء الأسلحة للصنف القتالية في الجيش العراقي كشف وزير الدفاع السابق عن وجود 24 طائرة نوعة 50 تستخدم للتدريب والإسناد الجوية القتالي مشيرا إلى أن عقد شرائها لم يتضمن بد دعم لوجستي فتسبب بركنها في المطار مدة 7 سنوات موضوع القوة الجوية اشترى طائرات تدريب من الباكستان ويمكن راح توصل وأيضا عندنا شاء الطائرات يسمون تيففتي 24 طائرة هذه الطائرات جايبينها بدون دعم لوجستي فنائمة صار لها 7 سنين 8 سنين بالمطار وضار بها شادر بالعراق يعني؟ بالعراق وطائرة مقاتلة يسمونها الجيل مالها يسمون فور بلس يعني تستخدم تدريب متقدم وإسناد جوي قريب يعني مستوردية وباقي بالمطار بدون دعم لوجستي بدون استخدام دازيت على الشركة دازيت على السفير الكورية كورية ودازيت على الملحقة الكورية وقلتوا لهم جيبوا لي الشركة جابوا الشركة قلت له شون قال والله جابواه ما سووا ما ويانا دعم لوجستي قلت لهم أنا أسويوا ياكم وقعت وهم عقد بعد أن أخذت موافقة مجلسة الوزراء عقد دعم لوجستي لمدة 4 سنين الحمد لله لسي تقريبا 12 وحدة أو من 10 إلى 12 اللي طارت شقد بقت بالمطار تقريبا شنو شقد بقت جاثمة بالمطار سبع سنين دا قل لك بحيث احنا بعد ما نقدر نطيرها لأنه هذه الطائرة ممثل السيارة تفحص الدهن ما له الشغل وذا ما اشتغلت ممشكلة دي طيارة صح فلازم الشركة تيجي الشركة شتوت أخذت فتحة ثلاث محركات ودت هين الشركة الأم والشركة الأم طلعوا وهذا المحرك أمريكي دزو إلى شركة اسمها جنرال الكترك وبقى مدرش كثر وعلمها كذا فبس هدسة معلوماتي أنا من كنت بالوزارة الحد أن غادرت أربع طائرات شاهد كاملة إنه كم طائرات إنه 24 حس تقريبا 12 أو 10 أو 12 كملت ومستمرين بالعمل ترجمة نانسي قنقر